آخر الأجواء قبل المباراة الأهلي والمقاولون العرب مساء الخير يا كريم فبيتمنى إن شاء الله بإذن الله يستطيع النادي الآلي ويمشي على هذا النهج المميز منها مرورا لمباراة المقصة ويكل حدث حديث بقى في مباراة الانهائي طبعا بطولة أفريقيا مباراة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا كالعادة طبعا كابتن أيمان متواجدين في فندو لقامة الأمور طيبة جدا بالنسبة لفريق النادي الآلي انتهت بقى خلاص الاستعدادات التألف فنية بمران أخير على استعداد مقتار التيتش في الحقيقة التركيز كان واضح بشكل كبير جدا على كل لعاب النادي الآلي مرحلة مهمة جدا وتلاحم كبير خلاص يمكن دخلنا في المراحل النهائية لكن بالإسرار الكبير وبالعزيمة اللي بنشوفها وبالجدية لعاب النادي الآلي يعني بيبع عندنا تفاول كبير جدا إن احنا كل مباراة نشوف الأداء المماس جدا اللي بيخودوا بيه النادي الآلي بطولة الدوري العام الأمور طيبة جدا طبعا والبرنامج العادي بالنسبة لفريق النادي الآلي في طار صباحا ثم وجبة غداء ومحاضرة فنية أخيرة هنا في فندو الإقامة اللي بيأكد عليها بشكل كبير جدا بيتسو مسماني على نقاط القوة وضعف الصغارات طريقة اللعب الأدوار للتاكتك والتشكيل كمان اللي يخود به النادي الآلي عادي المباراة ويا رب ان شاء الله بإذن الله يكون موفق المسماني في اختياره للتشكيل في قراءاته الفنية من خارج الخطوط وأيضا كمان التغييرات اللي بيكون لها تأثير كبير جدا وبتفرد شخصية النادي الآلي بشكل كبير في كل المباراة لكن برغم يمكن كل الأخبار يقولها عندنا إصابات عديدة كابتن أيمن عشر لعبين نهاردة بيغيبوا عن صفوف فريق النادي الآلي منها لرؤية الفنية ومنها لعدم الجهازية ومنها أيضا كمان لإستمرار الإصابة على رأسهم طبعا علي لطفي اللي بنتمنال إن شاء الله العودة سريعا شد فيها العضلة الضمة لكن إن شاء الله في خلال خمسة أيام يكون متواجدة مع فريق النادي الآلي ليشارك كمين جديد ممكن ما يلحاش مباراة للمقصة لكن منتظرين إن شاء الله يكون في مباراة كايزر شيفز بطل جنوب أفريقيا بينضم لي علي لطفي وليد سليمان أيضا كمان إصابة لعضلة الخلفية ناصر ماهر رؤية فنية محمود متولي عدم جهازية كريم مندبد أحمد رمضان بيكهم رؤية فنية مروان محسن أيضا رؤية فنية سعد سمير ومحمد محمود عدد كبير من الغيابات عشر لعبين لكن كالعادة إن شاء الله بإذن الله لعبتنا لنادي الآلي الآلي يبقى منحضر في كل المبارات رغم الظروف ورغم الصعبات لكن إن شاء الله بإذن الله لعبتنا تكون على قدر المسؤولية كالعادة ويكونوا سبب في إسعاد كل جمهور نادي الآلي واحد وعشرين لعب في القائمة إن شاء الله بيتش المسلمان يكون مميز في اختيار التشكيل للأمور كلها طيبة جدا كابتن آيمن وإن شاء الله بإذن الله رجم أوصلنا على طول لإستاذ بيترو سبورت يكون معاك تشكيل المباراة ننقلك الأجواء وننقلك كمان كابتن آيمن أرضية الملعب يمكن إحنا بقى لنا فترة كبيرة ما توجدناش على ملعب استاذ بيترو سبورت فنشوف أجودة أرضية الملعب الملعب ده طبعا شوية بالنسبة طبعا للرؤية لكن إن شاء الله بإذن الله كل الصعاب دي للنادي الآلي ولعبة النادي الآلي تتغلب عليها بشكل كبير ويكونت تلات نقاط من نصيب النادي الآلي يحسموها بشكل كبير وتبقرنا مباراة مصر للمقصة ثلاث نقاط أيضا نكون في جعبة النادي الآلي ومنها التركيز الكبير والحالم الكبير والحفاظ على لقب البطولة الأفريقية العشر إن شاء الله تكون في دولاب بطولة النادي الآلي مستمرين معاك كابتن آيمن لحظة بلحظة ننقل كل الكوليس من أكبار ومن فندو اللي قامة وحتى ملعب المباراة ودلك من جديد والكابتن آيمن شاونا شكرا جزيلا للزميل عزيز كريم أحمد يمكن كريم طميننا